وصلت إلى مدينة أطار يوم أمس بعثة متخصصة من المندوبية العامة لأمن المدني وتسير الأزمات وذلك تعزيز جهود شفط المياه على المناطق المتضررة في المدينة وأدى ولي أدرير صحبة المندوب العام لأمن المدني وتسير الأزمات زيارة ميدانية لآليات شفط المياه التابعة للمندوبية وتلك تابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي للإطلاع على ظروف وسير العمل وصول بعثة متخصصة من المندوبية العامة للمل المدني وتسير الأزمات لمدينة أطار يعزز جهود المقام بها من طرف الجهات الحكومية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة بعد الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار وسيول ولأدرير سيد جاك عبد الرزاق رفقة المندوب العام للمل المدني وتسير الأزمات اللواء خطار المحمد مبارك أدى زيارة لمتابعة عمل فرق المكتب الوطني للصرف الصحي والمندوبية العامة للمل المدني وتسير الأزمات بعد الأمطار التي شهدتها مدينة أطار وبعد معاينة اللجنة الجهوية لتسير الطوارئ للحال العامة للمدينة قررت وسارة الداخلية واللمركزية إفاد فرق فنية من المكتب الوطني للصرف الصحي والمندوبية العامة للمدني لمعاينة شفط المياه في مدينة أطار وبدأ العمل صباح اليوم في الساعة السابعة صباحا وما زالت الفرق حتى الآن تواصل عملها وأملنا كبير في أنه سيتم في ظرف يومين وعلى الأقل شفط جميع المياه وتعود الحياة إلى مجرها الطبيعي ننتهي الفرصة لأشكر اللجنة الجهوية لتسير الطوارئ على مستوى أدرار على مواكبتها حال العامة للولاية إذرى تساقطات المطارية عرفت الولاية منذ بداية الخريف وعلى الجهود التي بدلتها من أجل أن تبقى الوضعية على مستولاية تحت السيطرة جهود ميدانية جاءت في الوقت المناسب وعبر ممثل السكان عن أهميتها وفاعليتها شكرا للترفز الوطنية على مواكبة هذه الأحداث التي مؤخرا وقعتها في خلال البلد التي تطار من خلال جراء هذه الأمطار التي جاءت هنا بدرجة قوية مثلها من هذه الشوارع والساحات العمومية بعد النداء التي تم توجيه بعد تدخل الحماية المدنية والمكتب الوطنية للصرف الصحي بدون من يوم أمس مبكرا في شفط هذه المياه عن الساحات العمومية والحمد لله بهون قدر المستنقعات الكبار خاصة الشارع الرئيسي وشارع الاستقلال ووسط المدينة وبعض المشارع الرئيسية تم تفريغ المياه عنها نشاكرين الدولة على تلبية النداء وعلى سرعة التلبية وبعيد الجولة التفقدية عقد والي أذرار رفقة المندوب العام للأمن المدني وتسير الأزمات اجتماعا مع اللجنة الجهوية للطوارئ لتقييم العمل ومتابعة نتائجه بشكل مستمر حتى تعود الوضاع إلى طبيعتها العادية لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة أطار ترجمة نانسي قنقر